يحكى أن يحكى أن يحكى أن وكان وكان أبطالا في كل زمان قصص ومعاني ودروس تنسج تاريخ الإنسان من شرق الدنيا والغرب نهدي للجيل حكايات من ماضينا أو حاضرنا والحلم غدا آت آت عزم إصرار وطموح بشوق نغدو ونروح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي إلى قصة جديدة في عالمنا الجميل يحكى أن قصة اليوم بعنوان صادق يحكى أن فلاحا مزارعا كان يعيش مع زوجه في بيتهم القديم الصغير ثم رزقا بطفل أسمياه صادقة كان صادق بكر والديه وكان وحيدهما نشأ صادق نشأة طيبة وتلقى من أبويه تربية حسنة وها هو الآن صرفة يحبه الناس لصدقه كان صادق اسما على مسمى في الحقيقة بل كان البعض يردد قائلا صادق هذا لبسه اسمه كما لبسه جلده سواء بسواء ما شاء الله اسمه صادق وهو صادق حقا اسمه صادق وهو صادق حقا ما كان أبو صادق وأم صادق وصادق ما كانوا جميعا يملكون من حطام الدنيا هذه إلا رقعة الأرض الضيقة التي يقوم عليها بيتهم الصغير ولكن حتى البيت وقع عليه ما لم يكن بالحسبان ماذا حدث لم يعود البيت موجودة وهذا خبر هين لو أخبرتكم بما هو أعظم منه لقد حدث أن صاعقة أصابت البيت فاحترق والخبر أصعب وقضى في هذه الحادثة أيضا أبو صالح وزوجه ماتا مات الوالدان واحترق البيت دفعة واحدة بقدرة قادر نجى صادق من هذه الحادثة نجى صادق ليعيش بقية حياته وحيدا أشفق عليه أحد جيرانه في القرية وكان فلاحا ميسورا تولى أمره واتخذه كأبنائه لكنه يعني كلفه بعمل كلفه بمهمة رعي بقراته وكما كان يعني صادق يعني كان متقنا في عمله حقيقة وكان أيضا صادقا الحقيقة الفلاح كان يعني مسرورا جدا من عمل صادق و لا سيما بعد أن رأى صادقا يعتني ببقراته وبالقطيع أكثر ما كان هو يعتني بها ومما زاد في سروره أن صادقا كان قليل الكلام قليل الأكل لا يطيق البطالة يحب العمل ولا يعرف الخبث والمكر والكذب ولا يعصي أمره ولا يتفوه بشكوى أو بشتيمة أو بكلمة بذيئة يعني لذلك فقال خلاص هذا الولد يبقى وأقيم له أجرا شهريا ولو كان ضئيلا بالإضافة إلى مأونته يأكل و كسوته أيضا و ذات صباح أبصر الفلاح رجلا قادما من بعيد عرفه و عرف أنه آت ليستدين منه بعض المال يبدو أن هذا الفلاح كان فيه مشكلة ولكن ليست واضحة لجميع المهم دخل هذا الفلاح البيت عندما رأى الرجل و أوصد الباب من الداخل من بعد و قال لي صادقا له إذا جاء هذا الرجل قل له أنا لست في البيت صادق ما تعود هذا جاء الرجل و سأل صادقا عن معلمه أين فلان تلقى أي مباشرة صادق ما استطع إلا أن يقول بكل عفوية و بكل صدق لقد دخل البيت و أوصد الباب و في الداخل يعني مباشرة قال طبعا عندما ذهب عندها يعني كما يقال استشاطر هذا الفلاح غيظا من صادق و خرج من غير تفكير و بدأ يقرع هذا الطفل و يضربه و كان يعني العتاب الذي نال طبعا صادق أكبر من العتاب الذي وقع على هذا الزائر الذي في الحقيقة طرد أيضا يعني طرده و قال له اذهب يعني انتهى الأمر باختصار بأن أن هذا الزائر نال يعني جزاءه من التقريع و ذهب و لما انصرف و توارع عن السمع و البصر انهال هذا الفلاح بالضرب على صادق يعني ضربه بالعصى و بكفه يعني ضربه حقيقة حتى ارتمع على الأرض هذا صادق و كان قد جرح و المهم يعني عوفي فيما بعد و حاول أن يصلح الموضوع الفلاح ببعض الكلمات و يعني أنا ضربتك لكن أنت سببت لي مشكلة هكذا كان يقول صادق ما سبب له مشكلة فقط كان صادقا صادق كان صادقا المهم بعد شهور جاء أيضا إلى الفلاح رجل غريب و قال له أنا رجل غريب و تاجر و أريد أن أشتري البقرة التي عندك يعني سمعت عن بقرة يعني فيها مواصفات جيدة عندك قيل لي إن لبنها غزير و ما شاء الله شكلها جميل و هي يعني هادئة هكذا سمعت فالفلاح قال لي صادق طبعا قال بداية لرجل آه طبعا طبعا بقرتي رائعة و فيها كل ما تصف و زيادة ثم قال لي صادق خذه خذه ليرى هذه البقرة التي أسميتها الغندورة ثم يعني قال لي الرجل الزائر الكريم اذهب و انظر إليها و في الحقيقة كانت هذه البقرة حاملا على وشك أن تضع مولودها الثاني و بعد أخذ رد و أقصام يعني أقصام كثيرة حقيقة بين الرجلين اتفقوا عن المشكلة المهمة على سعر طبعا الأقصام هذه في البيع و الشراء هذا خطأ لأنه لا ينبغي أن نقسم في البيع و أن نجعل الله عرضة لبيعنا و شرائنا المهم من غير طولة كلام كما يقولون اقتنع الغريب بأن هذه البقرة المسمى الغندورة هي البقرة التي يبحث عنها و يريدها و أخرج المال من جيبه ليدفع ثمن المتفق عليه و خطر له من باب الدعابة أن يسأل هذا الطفل هكذا صادق قال له ها ما رأيك أنت في هذه البقرة أيها الولد فالولد يحب الغندورة و يحب هذه البقرة و قد يحزن أيضا على فراقها لأنها بقرة ممتازة بالنسبة له لكن بيتلقائية عاهدها صادق أجاب و قال هذه البقرة طيب ممتازة جميلة يعني لولا أنها تلبط تلبط يعني تضرب برجلها عند ما يريد صاحبها أن يأتي ليحلب منها الحليب تضرب بقوائمها يعني هي ليست هادئة كما وصفها الرجل و كما حكي له تضرب برجلها عند الحلب فطبعا هذه الكلمة سببت بعد ذلك مصيبة لصادق لأن الفلاح عندما سمع ذلك أدرك أن صادق قد أفشل له عملية البيع المهم النهاية كانت أن البقرة بقيت عند الفلاح و أما صادق فقد طرد من عمله بعد أن تلقى الكثير جدا من الصفع و اللطم و الركل و الشتيبة و الدوز و الأخداء حتى كادت المسكين روحه تزاق سبحان الله ليس من السهل دائما أن يتحل الإنسان حقيقة بالأخلاق الفاضلة الناس هكذا تعودوا على كل حال ما انتهت قصة صادق الرجل هذا الغريب رجل كريم و طيب رأى المشهد فما الذي فعله في الحقيقة صحيح بقيت البقرة عند هذا الرجل الفلاح الذي للأسف يعني اتضح أنه لا يهمه في الدنيا إلا المصلحة و يهمه جمع المال بقيت بقرته عنده و لكن صادق ذهب مع ذلك الرجل الذي وثق جدا به و أخذه ليعمل معه في مزرعته بل صار صادق بعد ذلك هو المدير حقيقي لمزرعة هذا الرجل الثري و صلره شأنا بصدقه لأن الرجل الثاني كان يحب الصادقين حقا و أما الرجل الأول فلم يكن منهم كنوا مع الصادقين و لا تهتموا للنتائج لأن النتائج ستكون في النهاية معكم مع الصادقين الصادق يحبه الله و أما خلافه فتعرفون الإجابة أستودعكم الله على أمل اللقاء في قصة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزم إصرار وطموح في شوق نغدو ونروح كطيور في الجو نطير وزهور في الروض تفوح يحكى أن وكان وكان أحداثا من كل مكان قصص ومعاني ودروس تنسج تاريخ الإنسان يحكى أن يحكى أن